مرحبا ما الفرق بين الثوم المجفف والطازج كقيمة صحية وغذائية معلومات مهمة جدا يجب علينا أن نعرفها جيدا انتشرت في الأوينة الأخيرة بعض التوابل المجففة والمطحونة في صورة مسحوق مثل الثوم المجفف والبصل المجفف تسهيلا على ربات البيوت بدلا من تقشير وتقطيع الثوم الطازج وأيضا لسهولة تخزين مسحوق الثوم المجفف الذي يعيش لفترات أكبر مقارنة بالثوم الطازج أو لفريش وتضطر ربات البيوت إلى إضافة كميات أكبر من المسحوق المجفف لإعطاء نفس نكهة الثوم الطازج للطعام وبعض ربات البيوت أكدوا أن الطعم والرائحة للثوم الطازج أقوى من المجفف هذا من جهة الطعم أو الرائحة لكن بالنسبة للفوائد الصحية والقيمة الغذائية هناك اختلاف كبير الثوم الطازج به مادة تتحول بمجرد هرس الثوم إلى مواد كبريتية لها رائحة قوية مثل الإليسين وهذه المواد الكبريتية عند مضغ الثوم يتطير منها مواد كبريتية تساعد على انبساط الأوعية والشعيرات الدموية خاصة المغذية للقلب فيزيد من قوة تدفق الدم والأكسوجين للقلب فيزيد القلب قوة ويقوي عضلة القلب ويحميها مما يزيد القدرة على بذل مجهود أكبر خاصة مع الرياضيين كما أن معظم الأبحاث أثبتت أن هذه المواد الكبريتية تقلل نسب الكوليسترول في الدم وتزيد من سيولة الدم ولذلك الثوم الطازج يعد مثاليا لعلاج أمراض الأوعية الدموية وتصلب الشريين ومرضى ضغط الدم المرتفع ويحمل جسم من تكوين الجلطات كما أن الثوم الطازج به مواد مضادة للأكسدة تنشط تكوين الخلايا وتحمل جسم من مخاطر الأورام السرطانية وتؤخر أعراض الشيخوخة وتقوّل جهاز المناعي فتحمل جسم والجهاز التنفسي من نزلات البرد والإنفلوانزا كما أثبتت معظم الدراسات أن الثوم له تأثير قاتل للميكروبات والطفيليات ومطهر للحلق والجهاز الهضمي ويحمل جهاز الهضمي من العدوى البكتيرية والطفيلية ويعد من أحدث الصيحات في برامج تخلص الجسم من السموم كما أن الثوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تحسن القدرات الذهنية مثل حالات الزهايمر خاصة أنه يزيد تدفق الدم للمخ ويعالج قصور الدورة الدموية في الدماغ والمعادن الموجودة فيه تقوّل جهاز العصبي وتحمل جسم من هشاشة العظام وتعالج الإرهاق مقارنة القيمة الصحية والغذائية للثوم الطازج والمجفف نأتي لمقارنة القيمة الغذائية للثوم الطازج والمجفف فمقدار 6 فصوص من الثوم الطازج يعادل ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم المجفف السعرات الحرارية في الطازج 27 كالوري تقل إلى 8 في الثوم بعد تشفيفه الثوم الطازج بيضعف كمية البروتين والحديد والفسفور والألياف مقارنة بالمجفف كما أن الثوم الطازج يحتوي على حوالي 3.5% من كالسيوم ومثلها من الفوسفور وكلاهما ضروريان لصحة العظام مقارنة بالثوم المجفف الذي تقل فيه هذه النسبة بشكل كبير للغاية كما أن الثوم الطازج يحتوي على حوالي 10% من فيتامين سي ومثلها من فيتامين بي 6 وكلاهما ضروريان لتقوية الجهاز المناعي ومحاربة الإرهاق وتقوية الجهاز العصبي بينما الثوم المجفف لا يحتوي على أي نسب من هذه الفيتامينات لأنهما يتأكسدان ويتحللان أثناء عملية التجفيف كما أن الثوم الطازج يحتوي على نسبة عالية تصل إلى 15% من المنغنيز الذي يساعد في عمليات الأيض بينما نسبة المنغنيز في المجفف لا تتعدى الواحد بالمئة ونأتي للمواد الكبريتية وهي المسؤولة عن النكهة والرائحة المميزة للثوم والفوائد الصحية العديدة السابقة وهذه المادة تتكون بفعل إنزيم موجود في الثوم بمجرد فرم الثوم الطازج وهذه المواد متطايرة لها فوائد صحية عديدة لكن درجة ثباتها ضعيفة لذلك للاستفادة منها لابد من فرم الثوم الطازج لتكوين مادة الألسين وتناولها مباشرة خلال دقائق قبل تطيورها أو تحللها لذلك الثوم المجفف والمطحون أيضا الذي يتعرض لدرجات حرارة عالية أثناء الطهي يفقد كميات كبيرة جدا من هذه المواد التي تعد أهم المواد الفعالة ويصبح أقل فائدة ورائحة ونكهة كما أن معظم الدراسات المقارنة أكدت أن الثوم الطازج أقوى صحيا ويزيد من قوة تدفق الدم في الأورطي مقارنة بالثوم المجفف الجرعة والاستخدام الأمثل للاستفادة من الثوم وتجنب مخاطره الاستخدام الأمثل للثوم للاستفادة من كل فوائده الصحية هو تناول فص واحد أو ثلاثة كحد أقصى طازج ونيئ يوميا والأفضل قبل تناوله فرمه أو هرسه لتحويل مادة الألين إلى المادة الأكثر فائدة الألسين ثم يضاف إلى الزباد أو العسل ولإزالة رائحة الثوم الطازج من الفم أو النفس يمكن مضغ ملعقة بقدونس مفروم مع برعوم واحد فقط من القرنفل بعد تناول الثوم بربع ساعة ولا ننسى أن تجفيف الثوم أو طهيه وتعرضه لدرجات حرارة عالية يفقد الثوم جزءا كبيرا من فوائده الصحية فلنعود للتعامل مع الثوم إلى العصور الماضية بفرم الثوم الطازج قبل إضافته للمأكولات مباشرة وإضافته على الفول والزباد وعدم تعرضه لدرجات حرارة عالية واستخدام الثوم المجفف في أضيق الحدود إذا لزم الأمر تخزينه فترات طويلة فالثوم الطازج أني أو غير المطهي فوائده الصحية أقوى بكثير كما أن نكهته ورائحته تفوق مسحوق المجفف ولا ننسى أن الاكثار من الثوم عن الجرعات السابقة قد تسبب مشاكل بالمعدة والقلون كما أن المواد الكبريتية في جرعات كبيرة قد تضر الجسم ولا يفضل تناول الثوم مع الأدوية التي تزيد سيولة الدم أو المانعة لتجلط الدم لأن الثوم أيضا يزيد من سيولة الدم وقد يحدث تفاعل مع أدوية السيولة ويسبب النزيف في الجرعات الكبيرة ودعونا نشير أن تناول الثوم مضاد حيوي متطور تعد مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق عالميا حيث أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى تكيف بكتيري يجعل الأدوية عاجزة عن القضاء على أبسط أنواع العدوى مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان أما الثوم فيقضي على أنواع البكتيريا الشائعة دون آثار ضارة فإنه يخلص من التسمم الغذائي والتهاب المسالك البولية والارتهاب الرئوي والالتهاب السحائي والإسهال والقرح المعدية والمعوية كما يحافظ على بكتيريا الأمعاء الجيدة على عكس المضادات الحيوية التي تبيد كافة أنواع البكتيريا في الأمعاء يحافظ الثوم على البكتيريا الجيدة بالأمعاء والتي تعتبرها ما للغاية في المحافظة على صحة الإنسان وذلك بفضل احتوائه على كربوهايدرات غير قابلة للهضم تغذي البكتيريا الجيدة وأثبتت الدراسات أن تناول الثوم أفضل علاج فعال لخفض ضغط الدم دون أي آثار جانبية كما يمنع تجلط الدم حيث يتصدر الثوم قائمة الأطعم الطبيعية التي تساعد على سيولة الدم منعا لتجلطه وبالتالي الوقاية من الأزمات القلبية وذلك بفضل الألسين والذي يعمل بمثابة الأسبرين في هذه الحالات كما يعمل تناول الثوم على ضبط معدل السكر بالدم حيث يساعد تناول الثوم النيئ في خفض مستوى السكر بالدم ويساهم في ربط المستقبلات الكيميائية المهمة للمحافظة على إفراز الأنسلين الذي يعرف بكونه الهيرمون المسؤول عن ضبط مستوى السكر في الدم كما أن تناول الثوم بالكميات المعقولة والمحددة علميا يعمل على المحافظة على صحة القلب إذ يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار ويمنع التجلط ويمنع سداد الشريين وينظم الضغط هذا بالإضافة إلى كونه مضادا للأكسدة كما يعمل الثوم على مكافحة أنواع مختلفة من السرطانات حيث أثبتت العديد من الدراسات فعالية الثوم في محاربة الخلايا السرطانية وذلك أيضا بفعل مركب الأليسين المتوفر به والوقاية من تسمم الرصاص الرصاص من المعادن الثقيلة التي تسبب التسمم للبشر وتوجد في بعض المنتجات المنزلية كالمنظفات وبعض الأطعم أحيانا ويعد الثوم الأكثر فاعلية في علاج تسمم الرصاص مقارنة بالأدوية ذات نفس التأثير وأخيرا علاج الفطريات الكانديدا تعد الكانديدا فطرية طبيعية تعيش في الجهاز الهضمي لكن عندما تتفاقم وتخرج عن السيطرة تسبب مشاكل مزمنة خاصة للسيدات كعدوى الفطريات المهبلية يكون الثوم النيئ هو الحل الأمثل لهذه المشكلة نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم شكرا لكم على حصن المتابعة وكرم الإصغاء وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر إذا كنت مشاهد جديد ندعوك للاشتراك معنا في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والوعد أن نظل منكم أقرب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر